لا تتوقف أبداً عن دح الله شر الشر في دينة القدس ولكن أر يا لا يزال يجد بعض الأسباب لد جيد الله نقطة شر الشر في دينة القدس ولكن أر يا لا يزال يجد بعض الأسباب لد جيد الله وقد ألف تدح النبي الله على تجنب بعض بقايا إسئيل في أرضه للوفاء بوعده لأجداده دح أر يا الله وقال ناخل الرح تالرب لا نستهلك لأن رح ته لا تفشل إنها جديدة كل صباح نقطة عظي ألف انتك راثي ثلاث من اثنان وعشرون إلى ثلاث وعشرون نقطة درس يجب على أبناء الله أن يزرعوا عدد تسبيح بالله في أي ظروف وجدوا أنفسه فيها في الواقع قد تهب بعض الرياح غير أل ريحة نحو شاطئنا ولكن لا يزال لدينا الله الذي يسيطر عليك يعي آل واقف الله الذي أنقذنا نال واقف الرهيب في آل آضياء كنه أن يخلصنا رت أخرى ياء كنه أن ينقذنا نال شاكلوا شفاء راضنا وتلبية الاحتياجات الأخرى نع إله الوقت قال ناسب هو إله إلس ناسي لديه القدرة على ارتكاب أي خطأ يصبح صحيحا رت أخرى لن ينسى يهوه أولاده لكنه سيفعل كل ألف هو ضروري لرفع رؤوسنا فوقال يهوه جعلنا نبتس رت أخرى أبا نالس أو الذي لا ينى سيعتني بنا بالتأكيد إلى أفضل رضاه لذلك لا ينبغي أن ينى أي طفل نلاه إلى الاكتئاب وينبغي أن يكون لكل ناعلن الرجاء ويقول يا إلهي الذي أخذ هاونيو إيان سيوفر كل احتياجاتي دعاء أنا ابن الله وأ نب قدرته على تلبيج يعي احتياجاتي لله قوة على كل آل واقف سينتصر على أي ظرف قد يأتي في طريقي سيخضع يهوه الجبال ويهد الوديان نون أجلي علاه إلى جانبي سأنتصر على كل حنى سأنتصر فيك يعي آل واقف نع أستطيع أن أفعل كل شيء ناخلالال سيح الذي يقويني أنا فائز وأغاني الله لن تفلك نف ياء أبدا وحصتي نرب وشهاد الله يا إرثي في أر الأحياء إلى الأبد باسا يا سعال سيحة أدلي بتصريحاتي ألف مد ين أبدا أبدا أبدا